طيب هنكمل مع حضراتكم خليني قبل ما اكمل مع كلامنا على صلاح ونيني لان طبعا دول نجوم كبار والحقيقة كورة دايما بتبقى واخدة حيث كبير جدا من حب الشعب المصري وخصوصا بقى لما يكونوا نجوم كبار بيلعبوا في ليفر بول وفي أرسنل أحد أعرق الأندية الإنجليزية والعالمية سواء بقى ليفر بول أو أرسنل ولكن عندنا نجم مؤخر يمكن حزين وزعلان موجود في نادي كبير ولكن في كرة اليد نادي برشلونة نجمنا علي زين مش منس علي زين حزين وزعلان الرجل أخذ دولي أبطال أوروبا مع فريق برشلونة ولكن محدش يستقبله في المطار ولا قال له مبروك ولا أي حاجة والتالي طبعا من خلال تويتاية بيتكلم فيها من قلبه ويعني الرجل بيكلم من قلبه أنه من المحبط أنه يتم إبلاك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري أبطال أوروبا وكده يتم تجاهل يعني بعد كده بقى تم تجاهله تجاهل تم وما تلاقيش أي حد بيستقبالك بعد ما تقاله أنه أنت هيتم استقبالك في المطار محدش تستقبله وده برغم استفساره ذات الشباب والرادة من اتحاد لمعرفة موعد وصولي لاستقبال طيب الحقيقة حاجة زحل ولازم يعني يبقى فيه تقييم للناس اللي بتشرف مصر دي وبتمثل مصر دي ولازم يبقى فيه ده ده حضنه ده الاستقبال ده ده الحضن اللي بيديله الدفء إنه يعمل أكتر يعني خلي بالك هو محمد صلاح برضو حصله نفس الموقف بس بطريقة مختلفة يعني معلش بقى موضوع ده عدى 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 التكريم في الملعب عدى التكريم في الملعب مع المقولين لا انا مش بكلم مع المقولين في آخر ماتش مع المنتخب لما كان متواجد وبعده حصوله على الهزاء الذهبي بالنسبة لكهدف دوري انجليزي استقبال ما كانش فيه استقبال في المطار دي احنا بنفتقد دي يعني قد ايه قيمة هذا الدفع النفسي بالنسبة اي بطل لا اي بطل لأن في النهاية ده رفع اسم مصر اللي تستحق هذا الكلام فيجب علينا اللي احنا عاديين بدل ما احنا عمالين نتخانق ده مش عارف ايه وده ايه وحنتكلم في الموضوعات دي نكرم الناس دي لأنه دي رموزنا وارغا مش عايز غالاستقبال بس ودي مثال يعني اه يحتزى بي وقدوة لابد ان احنا نهتم بها اشتركوا في القناة